تخذ إسرائيل بالمرحلة لأبطالة أسرب سموها شعوزة سموها صدفة لكن توقعات مش الحي للي ترسل سنع لطفان الأقصى بحزفرها بتفاصيلها بنتائجها بتوقيتها حصلت بطريقة تخوف وتراب بسلسية الدم وبالروح نفديك يا أصد برحب كل المتابعين ومشاهدين قناة أنا وهي والنجوم فحلقة جديدة من حلقات التوقعات أسعد الله ويتكب كل شي عاد اسم العراف اللبناني مشيل حيك إلى الواجهة من جديد بعد العملية المباغتة التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل تحت اسم طفان الأقصى لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد القدس الشي مقاتلون فلسطينيون وسط المدن الإسرائيلية هاجموا من الجو والبر والبحر وبالتوازي كان هناك قصفا بالصواريخ واشتهر المتنبئ اللبناني مشيل حيك في توقعاته خلال الأعوام الماضية والتي تحدث عنها في نهاية كل عام والتي يصيب في بعض التوقعات ويخيب في توقعات أخرى والتي تبقى مجرد توقع يونان أبروس تركية صحة لعمل عسكري مفاجئ أعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداول توقعات سبعة للفلكي مشيل حيك تنبأ فيها بشكل أو بآخر بالعملية الفلسطينية التي قربت الموازين وهزت الكيان السوفيوني وأنحيك في توقعاته لعام 2023 الأحداث التي ستحظى تخذ إسرائيل بالمرحلة المقبلة أبطالها أسرة بالسجون وسنسمع ونرى عملية بأسلوب مختلف وأغرب ما فيها موقعها والمطعول وزي ما شفنا كلنا واسمعنا العملية اللي عملها كتائب القسام أربكت إسرائيل وخوفتها وكلنا كلنا مستغربين اللي حصلوا لعملته كتائب القسام إزاي عدى على إسرائيل بالطريقة دي وإزاي الأدوات البدائية اللي هاجموا بها إسرائيل وعملوها بأيديهم وصنعوها بنفسهم وعرفوا يعملوا التلعة دي اللي هي أكبر معركة منذ معركة أكتوبر 1973 وأنحايك في تنبؤاته بمقطع الفيديو المتداول بسلسية الدم وبالروح نفديك يا أقصى ما رح يكون مجرد شعار رح يكون كل المعركة فعلا ما بقاش مجرد شعار بقى حقيقة والكل بيفضل أقصى بروحه وأضف مش الحي رح يتزامن الحدث مع عيد يهودي رح يتزامن الحدث مع عيد يهودي فعلا تنفذت عملية طفان الأقصى في عيد اليهودي زي بالضبط في حرب 6 أكتوبر لما هاجم الجيش المصري إسرائيل يوم عيدها بيقول مش الحيك أن بين عارض أمني وعارض صحي يعني عارض أمني وعارض صحي بيتأرجح نتنياهو طبعا اللي حصل في فلسطين وضع نتنياهو في موقف صعب وقال استحاف الإسرائيلي أوري مزغاف هذا هو أكبر إزلال نتعرض له منذ عام 1973 وربما حتى أكبر لا يجب الاكتفاء بإقالة رئيس أركان الجيش ورئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس القيادة الجنوبية للجيش يجب على نتنياهو وشركاء في الحكومة أن ينحلوا أيضا نتنياهو بأراراته أوامر نارية بمواجهة النار بيذكر الناس بتاريخه وذكر مش الحي إن أهداف كتائب القصام الجديدة أهداف كتائب القصام الجديدة رح تشكل مفاجآت للجميع أحمد الضيف بمهاب بعض الملفات الخطرة وحركة مفتلية بالزعزة عم فاصل جهاز أمني إسرائيلي وقال زمن اللوعي الحرب الإسرائيلي قادم وزمن الانتظار ولا تنصب إسرائيل فخ لحالة وبتجر نفسها على المعركة وقال جنون على إسرائيل فوق المية وتحت المية وأطف مش الحي دم شرين أبو عقلة يسجل انتسارين ونسخة جديدة من جدار برلين في فلسطين ومهمة أسود العارين غير وهمية وبتشك ترقل بينطلق فصيل من الفصائل الفلسطينية بعكس السير ويسبب ورطة لباقي الفصائل وتابع الفلك اللبناني الشهير قائلا جنون عسكري في جنين والشرارات لن تنطفق في الشيخ جراء الكس الشرقية أرض الشرارات كل الثورة ستكون ستتغنى بأغاني محمد عسك وكأن مش الحي بيوصف اللي حصل بالحرف الواحد المسجد الأقصى بيكون محور الاهتمام أرض الأحداث مصنع الأخبار ومصدرها هجوم مفاجئ أربق إسرائيل أسلوبها مختلف تركت العالم في حالة من الزهول يزيئد وينفزه هذا الهجوم في الشكل ده وقد أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشرت هنا بوقات حيك على العطاق واسع والكل بحالة سهول آن الأوان لبداية المقايدة الإسرائيلية الفلسطينية ثورة بفلسطين عنوان حماس وغير حماس يتارى تواقعات مشيل حيك صدفة ولا هو مش عاوز ولا إيه الحكاية أنه أعلم قصم من انتصارات نتنياهو السابقة والليحة رح يتحول هزايم لكن التوقعات بالشكل ده بالتوقيت ده بالصورة دي بيجد تخلي عقل الواحد نروح في حتات كتير رح تخطط إسرائيل لعمل عسكري لرفع معنويات جيشة جباهات مش جبهة بتولع بذات الوقت وبتخط إسرائيل والتي ما يلي تبقعات مش الحيك للأيام القادمة لفلسطين بمناسبة أن احنا بنتكلم عن فلسطين بيقول حيك سيناريو إسرائيلي رهيب بتكتيك مخادع لإسكات عشر أحجار وربما حيك كامل من المسجد الأقصى تسلل فلسطيني محترف فوق العادي بيولع العمق الإسرائيلي من قلب النار والدمار السلام سيخز غزة امرأة إسرائيلية ستحتل المشهب سيتسلسل الحدث من داخل أحد السوون الإسرائيلية ليحضي الصدمة رحلة سواح إسرائيليين بتتحول لمأساة وده حصل في مصد وكان شرطي مصري رامى إسرائيليين في حافلة سياحية في إسكندرية بروساس وفرق الحياة مباشرة وفجأة وبشكل عشوائي أطلق شرطي النار وقتل اثنين من السياح الإسرائيليين ومصري وتم نقل المصابين إلى المستشفى إضافة أيضا إلى القبض على الشرطي لكن كان مطلق النار في الإسكندرية وأمين شرطة مسؤولة عن تأمين مناطق السياحة وده تقريبا أول مرة تحصل حاجة بالشكل ده للسياح أجانب يعني مخصوصا يكونوا إسرائيليين وقال الحاخمات سيحتلون الوجهة بالمرحلة المقبلة داخل إسرائيل وخارجها وبيكمل مش الحيك توقعاته بيقول للمرة واحدة سيكون الكنيسة الإسرائيلي رجال ومبنى غير مستقر وغير أمن في يوم من الأيام ليس بعيد لن يبقى كلمة سر ولا أسرار بين إسرائيل والسعودية وأعتقد هنا يقصد التطبيع ما بين السعودية وبين إسرائيل بيكمل مش الحيك توقعاته بيقول ستتسارع الأحداث بأحدى الزيارات التي سيكون محورة نتنياه استثمارات جير يهودية في إسرائيل ابن غفير يبحث عن شرارة لإشعال الأمور بالوقت يا جماعة فلسطين تحت القصر ومحتاج دعوتك جميعا لا نملك سوى الدعاء وكلنا محاسبون أمام الله اللهم نصرك الذي وعدت ورحمتك التي وسعت الكون اللهم أنزل المطر على أهل فلسطين ونجيه من الحرائق يا رب العالمين قبل مختم الحلقة عاية رأيكم في توقعات مشيل حيك هل هي مجرد صدفة أم شعوزة أم ماذا بكدة تكون خلصة حلقتنا أتمنى لأول مرة تشوفوا القناة ياريت تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار كل فيديو جديد ياريت تدعموني باللايك والكومنت والشير شكرا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر